اهلا وسلم بكم عزيزي طلب الطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغزائي في حلقة جديدة من مادة الصناعات الغزائي نستكمل مع بعض في الوحدة الاولى كلمنا في الحلقة السابقة عن خطوات صناعة المربى وقلنا في فرق بين الخطوات والمراحل وقلنا ان مراحل صناعة المربى ثلاث مراحل مرحلة الاعداد والتجهيز مرحلة الطبخ مرحلة التعباء والتغليف اما في الخطوات فكل مرحلة فيها خطوات اجرائية بتختلف على حسب نوع المنتج اللي انا هطلعه من المربى فبالتالي لو فيه في الاعداد مثلا خطوات بتبقى ثابتة زي الفارز زي الغسيل فدي تعتبر خطوات عامة على كل انواع المنتجات من المربى اما لو فيه حاجات زي نزع نوى زي سلء زي تأشير فدي جزء مختلف وقفنا عند بداية جزء او جزء مهم اللي هو غش المربى تعالى نستكمل معاعد موضوع غش المربى عشان بعدها نبدأ ناخد المواصفات او المظاهر العامة او صفات العامة للمربى او بالتالي نعرف العيوب غش المربى بقول لي بعض هزي المواد تسبب عيوبا هامة في مظهر المربى النتجة ده اكيد وشيء بديه خطو ده في بعض المواد زي النشا او الاغار او الجيلاتين لإعطاء المربى قوام غريصة خد بالك ممكن نيجي واحد يصنع فيقول لي ايه لات انا اهضيف ايه ده انا اهضيف نشا اقس للنشا ارخش شوية من الايه من السمر اللي موجودة عندي مثلا فبالتالي عايز يخلي القوام بتاعي قوام ماسك طب هو يعني يا مصدر لما هيضيف نشا ده النشا دلوقتي اصبح سعره كمان مرتفع فهو لما هيضيفه اعتبر ازاي وسيلة غشة هقولك لان لما انا بقولك في تصنيع المربى انا بقولك مواد خام نباتية اخد بالك من اللي انا بقوله ده مواد خام نباتية مع ايه مع سكر وبالتالي لما اجا اقولك مواد خام نباتية مع سكر انا ما ذكرتش سيرة اي سوايا والزاكة بتطير تضيف السكر على الفاكهة ويسيبها تلات ساعات عشان تعمل لي سائل من العصارة بتاع الفاكهة فالمربى لا يضاف اليها ماء في عملية التصنيع وصلت كده فهو هيعمل ايه هيعمل غشة مزدود هو هيضيف مية وهيضيف مادة رابط يبقى زود بكمية من المية وزود بكمية من المادة رابط غالبا ده بيعمل لي عيوب في الايه عيوب في الصناعة كيف تعرف النقطة النهية التي ينتهي عندها طبخ المربى وقلنا ان انا بعرف النقطة النهائية ازاي اما لو انا فيه المعمل اللي موجود عندي فانا عندي جهاز بيقس لدرة الحرارة فهوصل ل222 درجة ماءوية لو انا معايا جهاز تركيز فبيقس لي لوه الرفراكتوميتر تركيز المواد الصلبة زياد 68 الى 70% او اختفاء الريم من على السطح وصول درة حرارة المخلوط من 220 الى 222 درجة فرانهايتي وهيست تركيز المواد الصلبة الزائبة بالرفراكتوميتر وتصل من 68 الى 70% اختبار الملعقة الخشبية ايضا اللي هي وضع جزء من المربى بعد تبردها بين الاصابع اللي هي الابهام والسبابة فيلاحظ تكون قيوط او شكل من الخيط الرفيق عند فصل اسبوعين عن بعضهم ديت بتديني دلالة على نهايات طبخ المربى صفات بقى المربى الجايلة اخد بالك دايما بقول لابنانا الطلبة انا مش عايزك تحتار في صفات اي منتج اما يجيلك منتج من المنتجات وقول لي صفاته ايه شغل حواس بتاعتك يعني ايه اشغل حواس بتاعتك انا مستر اه عندنا حواس زي النظر فانا بشوف فيها شكل المنتج اللي موجود عندي فانا تخيل شكل المنتج كان ايه لونه كان ايه مواصفاته الظهرية كانت ايه اشغل حاسة اللمس بتاعتي المنتج ده منتج خشن ولا ناعم املمسه شكله ايه اشغل حاسة الشم عندي المنتج ده رائحته ايه يبقى اذا كده انا بشغل الحواس بتاعتي ومن خلالها انا اقدر اوصل للصفات اللي موجودة في المربى فعلى سبيل المثال مثلا لو انا بقول صفات في المربى فاول حاجة لازم تاخذ شكل السموار الاتية منها يعني ما نفعش اعمل مربى فراولة ويبقى لونها مثلا اصفر او اعمل مربى جزر ولونها احمر ده المقصود بشكل ولون الفاكهة اللي بتيجي منها يبقى لازم تكون ايضا المربى بالمظهر العام بتاعي خالية من اي شوائب موجودة فانا لو بتكلم فيه الطعم فلازم تكون خالية من اي طعم من الطعوم الغريبة او الطعم المكرمل او الطعم المحرون ناتج عن زيادة عملية الطبخ ايضا فيه الشكل العام ايضا فيه الرائحة لازم تديني الرائحة الاتية منها رائحة التين او رائحة المشمش او رائحة الخوك يعني ما تدينيش طعم او رائحة مختلفة عن الاستمار الاتية من هنا كده بوصل بالصفات الزهرية بالصفات الزهرية دي الى 95% من الصفات يتوقع بقى جزء اللي هي مثلا تركيز السكر موجود فيها كام بـ 78% مثلا على سبيل المثال نسبة المياه اللي موجودة فيها كام كده بوصل للمكمل بتاعي تعالى نشوف كده مع بعض صفات المربة الجايرة اتفازها باللون الطبيعي اللازي ياتي منهم من استخدام فكاة تامة النطج وسكر نظيف الطهي الجايد تحت تفريغ اي لا يقل تركيز المنتج النيه عن 68% خليها من الطعم المختمر او المتخمر او اي طعم غير مرجوح فيها عدم موجود ماء منفصل على السطح خليها من اي مظاهر للعفن اكتساب قوام جايد بسبب استخدام كل من الحمض والبكتين والسكر بالنسبة المطلوبة مظاهر بقى فساد وعيوب المربة نسبة تحويل السكروز اللون والناكهة دراجة الحموضة دراجة الربط نسبة المواد السهوية مستر اللي قدامي على الشاشة ده هي الفساد لا انا بقولك بيجي منين ايه المظاهر بيجي منين هيجي نتيجة اختلال في النسب اختلال في السكروز المستخدم اختلال في دراجات الحرارة المستخدمة اختلال في نسبة الحموضة الموجودة او المواد الصلبة عدم اضافة الحمض العدو والبكتين بالنسبة المطلوبة اختلاف النسب اللي موجودة عندي زيادة مدة الطبخ عن اللازم وقدرة تحلل البكتين فبالتالي مش هستفيد منه في اعمليه سورة في المربة عدم اتزام مكونات المخلوط من السكر والحمد والبكتين فايتلا ايضا نعمل سورة في المربة ايضا اضافة الحمد والبكتين في مرحلة مبكرة من عملية الطبخ وانا قلتلك الكلام ده علل ليه بضيفهم في نهاية عملية الطبخ مش بداية عملية الطبخ ارتفاع او انخفاض نسبة الحموضة عن اللازم يؤدي الى سيولة المربة طب علاج بقى ايه لازم اتلافة كل النفات ده ان انا اضيف كل من السكر والحمد والبكتين بالنسبة المطلوبة في التصنيع ان انا اعمل طبخ على المدة اللازمة اللي هي درجة الحرارة الملائمة المتين وعشرين او متين وعشرين درجة في رنهايتي ان انا ايضا اضيف الحمد والبكتين في المراحل الاخيرة من عملية الطبخ لمنع عملية التحلل ده اول عيب عيب بيقول لي عفن المربة وتخمر المربة بديهيا ابدأ بخامة جيدة زي ما قلتلك انتهي بمنتج جيد وصلت لمرحلة العفن يبقى لازم ان تعرف ان عندي مشكلتين مشكلة فيه الخامة اللي دخلت يبقى خامة رضيئة وبالتالي وصلت ليه منتج رضيئة على رأسه اللوال ايه العفن او التخمر او انا دخلت في العمليات التصنيعية بادوات غير نظيفة بتاني انا استخدمت خامات رضيئة يا الخطوات التصنيعية بتاعتي غير جيدة يا انا ما وصلتش كمان للتسوية اللازمة يا ما ضفتش السكر او ما وصلتش ليه التركيز بالشكل المناسب فبالتالي عندي نسبة من المقفى تعملي عملية من انواع العفن في المربة النتجة انخفاض التركيز على النسبة المطلوبة يعني ما وصلتش ما حصل مشكلة عندي وتخمر في المربة التلوث بعد عملية التعباء ايضا او اثناء عمليات التصنيع خلي بالك التعباء على دارة حرارة اعلى من اللازم وقدية لتكاسف الماء خد بالك لان انا قلتلك في النقطة دي بالتحديد وتكفي المعامل عندنا يفضل ان انا عبي اعلى دارة حرارة عالية اللي هي بتنزل منها المربة في البرطمانات لكن انا قلتلك لاحظ في الحلقة السابقة ان انا مقفلش البرطمان مباشرة ان انا ادي فرصة ان المربة تبرط عشان ما يحصلش تكاسف لقطرات من المقفى اعملي العفن في المربة هو ده الجزء ايضا اللي موجود فيه العیب اللي موجود عندي تعال نرجع كده مع بعض الوصول الى التركيز المطلوب بقى ان انا العيب برضو اتعباء عند دارة الحرارة المناسبة دي كلها بقى عشان اتلافة العيب اللي موجود عندي ان انا اوصل الى التركيز المطلوب ان انا عبدي على ضرعة الحرارة المناسبة. طب عيب مهم اوي تسكير المربح. خد بقى لك يقول لي علل ظهور ظاهرة التسكير في المربح. اخر واحد وانا بديهيا كده قلت الابناء وابناطنا الطلبة اه ان انا ما ضفتش حمض الستريك بالشكل المناسب. ليه? لان هيحصل تسكير معناها ان السكر الاحادي او السكر السناء اللي انحل الاحادي بيرجع تاني اتحد مع بعضه. طب اتحد مع بعضه ليه? لان ما ضفتش الحمض بالشكل المناسب فما عملش الاحلال. اتلا فيه ازاي ان انا حط 3 جرام الى 4 جرام من حمض الستريك لكل كيلو جرام سكر مضاف. تعالوا مع بعض كده لعيب. عدم اضافة الحمض بالنسبة المطلوبة في عملية التصنيع. وبالتالي العلاج ان انا اضيف الحمض العضوي بالنسبة المطلوبة. اللي هي 3 جرام الى 4 جرام لكل كيلو جرام سكر. بتغير للم مربع بديهي. واحد ان انا ممكن استخدم خمات رضيئة. فبالتالي يديني منتج الرضيئة. ده بس يا نصر لأ انا ممكن ازود نسبة الحمض عن اللازم. فبالتالي اسناها عملية تسويق ديني لون الداكن. ممكن ازود مدة الطبخ عن اللازم في الديني اللون الغامق. اللون الكرمالة. اللي هو تفاعل ميلرد الاكشن. وبالتالي يديني اللون البني القاتم. كل ده يغير في لون المربع اللي موجود عندي. استخدام فاكاة فقيرة في اللون وغير تمت النطب ايضا. استخدام خمات رضيئة في التصنيع في الديني لون مغير. استخدام اوعية من النحاس او الحديد الغير مطلي في عملية الطبخ فيحصل اجسادة ما بين الخمات وما بين جسم الاواني او الاوعية. زيادة مدة الطبخ عن اللازم. لك تغيير اللون بقى ان انا اتلافة كل اللي فات ده. استخدام خمات جيدة. عدم زيادة الطبخ عن المدة المطلوبة. استخدام اوعية الطبخ المصنوعة من الصلب الغير قابل الصدق. العيب ضعف القوام يشبه طبعا القوام اللي هو السايل. فانا باتكلم في خفاض نسبة البكتين عن اللازم. عدم الوصول الى درقة التركيز المطلوبة. نسبة الخلط او نسب الخلط غير متوازنة ما بين السكر للبكتين للفاكهة للحمط. استخدام بكتين زيادة منخفضة من الجودة. علاج ضعف القوام. اتباع خطوات تصنيع جيدة. استخدام بكتين عالي الجودة بالنسبة المطلوبة. استخدام نسب خلط متوازنة. ايضا اصول بالتركيز الى الدرقة المطلوبة. تعبية المربع عند درقة حرارة مناسبة. صناعة الجلي. اختتمنا كده مع بعض صناعة المربع. ندخل بقى في النوع الاخر اللي هو صناعة الجلي. واخد بالك لما اقول جلي. ارجع في تكره التعريف بتاعي. الجلي هو عبارة عن ايه مستر. ببساطة هو عبارة عن تسخين مزيج من سمار او عصير السمار مع السكر في وجود الحمض والسكر والبكتين. يبقى انا هجيب سمار اعمل لها عملية عصير. وبعد ما اعمل عملية عصير. اعمل تصفيه ثم ترويق. عشان اتيه اشيل اكبر جزء او جزء ممكن من اللوب. والتفل المتبقي في العصير. عشان ما يدنيش شوائب داخل الجلي بتاعي. الجلي هو حالة غروية اشترك في تكوينها البكتين والسكر والحمض. خد بالك من النقطة دي اوي. وجود نظريات بقى كتيرة بتفسر الحالة دي. وبتفترض ان البكتين مادة غروية ذات شحنة سالبة. وحبيباتها بتحواط بالماء مع وجود السكر بيمتص الماء. فبيكشف الشحنات السالبة. فبيخش الحمض اللي هو شحنة مجابة. فبالتالي يعادل ايه الشحنة اللي موجودة عندي. فبالتالي يديني الخيوط الرفيعة اللي بتوصل لقوام الهلامي التاني. عشان اشرحها لك. عشان تفهمها. هو القوام الهلامي بيتكون ازاي. فيه نظريات عديدة بقى بتتكلم ازاي اكون قوام هلامي. اللي هو الجلي. اللي انت بشوف حالة الرجراجة. ايه ما بتحصلش الا برضو في وجود التلات حاجات دولة. السكر والحمض والبكتين. تاني. لازم التلاتة يكون موجودين. وبالنسب الايه المزبوطة. سكر. حمض. بكتين. عايز يقوللي ان البكتين ده بيحمل شحنات سالبة. البكتين المضاف اللي هو اصله نباتي. ارجع بالزاكرة لحلقة الاولى. اصله نباتي. بيحمل شحنات سالبة. بس محاط حواليه لما اجا اصنع بطبقة من الماء اللي هي غالبة نتيجة من عصير الفاكهة اللي موجودة عندي. مش الفاكهة ديت انا قلت باخدها اعمل لها عملية عصر وااخد عصرها. فلما اخد العصير اللي موجود ده. واحط عليه سكر وبعدين حمض وبكتين. فالبكتين اللي هو شحنة سالبة حواليه نقط من القطرات بتاعت العصير والماء. دور السكر هنا انه يمتص النقط اللي موجودة دي من الماء او العصير. فيكشف الشحنة السالبة اللي على الايه? اللي على البكتين. يدخل الحمض هنا وده شحنته مجابة. فيعمل تعادل مع الشحنة السالبة اللي موجودة في البكتين. فيبدأ ينزل على شكل خيوط في المحلول. مع رفع درجة الحرارة يبدأ يديه القوام الهلامي. دي النظرية بمنتهى البساطة. عشان كل ابنانا وابنتنا وكل مشاهدانا يعرف ازاي بيتكون الجل او القوام الهلامي. يبقى عندي سكر عندي حمض عند بكتين. البكتين بيحمل شحنة سالبة حواليه جزء من العصير. فييجي السكر يمتص العصير فيكشف الشحنة السالبة. يجي الحمض اللي هو شحنة مجابة يتعادل مع الشحنة السالبة اللي في البكتين. مع درجة الحرارة يكون الخيوط الهلامية ثم قوام الرجراج اللي بتشوفه فيه الجلي. تعال نرجع مع بعض كده تاني. مكونات الجلي. البكتين. ايضا تاني تعريف ومادة كربهايدراتية مع قادة التركيب. يوجد على عدة صور طبعا. اه بروتو بكتين. تاني اللقطة دي مهمة اوي. دايما لما يجي يسألني يقول لي في اختيار الصنف المناسب. هو انا ليه? علل يتم اختيار الصنف المناسب فيه صناعة سواء المربء او الجيل او المرميلاد. يعني ايه اختيار الصنف المناسب يا مصدر. يعني مسلا على سبيل مسلم ما اجي اتكلم مثلا في فاكهة زي مثلا التين. فانا اقول له والله التين منه يا اما اقول حاجة اسمها فاكهة غير تامة النطج او فاكهة تامة النطج او فاكهة زي ايدة النطج. اي فاكهة او اي اخضار فيه التلات مراحل دو. يا اما سمار خلنا بقى نعمل مش هنقول فاكهة او اخضار او ازهار. هنقول سمار. فالسمار غير تامة النطج. سمار تامة النطج. سمار زائدة في النطج. فاصل الموضوع انا محتاج بيكتين. عشان يربط الايه الجيل اللي موجود عندي. فلو انا استخدمت السمار غير تامة النطج فمش هيحصل ايه التكوين ده. ليه? لان البيكتين على شكل حاجة اسمها بروط وبكتين. ودي مادة لا يمكن الاستفادة منها في التصنيع. لو انا استخدمت سمار زائدة النطج فالبيكتين على شكل حمض بيكتين. فايضا هيبقى متحلل. فمش هستفيد منه في التصنيع. اما السمار اللي في النص اللي هي تامة النطج. البكتين على شكل البكتين. هستفيد منه في التصنيع. يبقى مهم او يتفرق ان انا ديه يبقى اختار سمار تمة النطج. طبعا زي ما انت شايف السمار غير تمة النطج اللي هي الخضرة اللي قدامك ديه. عايز يقولي اللون ليه اخضر ده. فالصمارة دي مش تمة النطج. البكتين على شكل بروط وبكتين مش هستفيد منه. اما البكتين اللي بستفاد منه في الفاكهة تمة النطج. هتلاقي حتى السمارة مكتملة اللون وتمة النطج. طب تعالى بقى السمار اللي اتهرست قوي. اللي هي زادت في النطج قوي. فالبيكتين هيبقى شكل بكتيك او حمض بكتيك. مش هستفيد منه. مكونات ايضا الجلي الحامض. الاكثر استعمالة في الصناعة هو حامض الستريك. ليه? خد بالك انت عرفت بقى لملاءمة لنكهة معظم الايه? الفواكه. ايضا من ضمن مكونات والسكر والسكر هو مكون اساسي. ليه? عشان يعمل لي حالة الجلي. وبقول ان فيه علاقة عكسية بينه وبين نسبة البكتين. بس بشرط اثبت درجة الحموضة. يعني ازا زودت هنقص. او ازا نقصت هزود. خطوات بقى صناعة الجلي. بديه لما اجي اقول لك خطوات صناعة الجلي. هتقول لي يا مستر ارجع للتعريف. التعريف يقول لي هو تسخين مزيج من عصير السمار. بديهي. اول خطوة هعملها ان انا اجيب السمار للفاكهة اللي انا هستخدمها وعمل لها عملية عصير. استخلاص العصير من السمار الاول. وده غالبا بيبقى فيه عصارات لو على المستوى اللي هو القليل في المعامل بتاعتنا فيبقى عصارات مخروطية لو كانت يدوية او كهربية. لكن في المصانع الكبيرة بيبقى عندي عصارات اسطوانية او عصارات ذات الضغط عشان اطلع العصير من السمار. وبدان طلعت عصير انا بقول مزيج من العصير الرائق الشفاف. يبقى لازم اعمل عمليتين تصفية وتروية. اول حاجة استخلاص العصير. يبقى انا هاجري عملية تسخين للفاكهة اما كاملة او مقطعة مع الماء او عدم موجود لاستخلاص اكبر قدر. ممكن من العصير. عشان احول البروتو بكتين الى بكتين. وايقاف الانزيمات المحللة للايه? لالبكتين. بستمر هزي العملية المدة تصل الى نصف ساعة حسب نوع السمار اللي موجودة عندي ودرغة الصلابة اللي موجودة فيها. بس تخرج بعدها العصير باستعمال الالات ذات الالواح او القماش او الاكاس اللباد. طبعا دي في حالة استخدام المكابس والضغط. بعد كده لازم اعمل عملية ترشيح للعصير. الغرض من هيفصل المواد العلقة بالعصير حتى يزهر او يصبح مظهر العصير رائق شفاف. وتتم زي العملية باستخدام الالواح الاسبستوس او اجهزة الطرد المركز. اخد بالك. اما تيجي تاخد فيه صفات الجلي. فاما اجا اقول لك صفاته هتقول لي اول حاجة وانا مغمض يا مستر. زات مظهر شفاف. رائق شفاف. انت لو بتشتري حتى جلي من الخارج مش مصنع انت مصنعتوش في المعمل او البيت. فانت لو بصيت على المنتج هتلاقيه رائق شفاف. مفيش فيه شوائب. وعشان ده يحصل لازم يتم عملية تصفية وترشيح للعصير اللي موجودة عندي. ياما في مصافي. ياما في الواح معينة او في مرشحات بدخ العصير فيها من ناحية. فبتحجز التفل وبتطلع للعصير من الناحية الاخرى. خارج منه الشوائب او اللي موجود فيه نتيجة عملية العصر. يبقى مهم قوي تعرف ان دي خطوة اساسية في تصنيع الجلي وهي ترشيح العصير الناتج. عشان يديني المظهر الرائق الشفاف في الجلي. المتعارف عليه. اضافة السكر والحمط. بقى بتتوقف فقى كمية السكر على محتوى العصير من البكتين وفي الغالب يجب الا تزيد نسبة السكر مع خمسة وخمسين جزء بالوزن من عصير الفاكهة مع ملاحظة نظافة صدر. قولي يا مستر ايه 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 النسبة? ما انت قلتيني النسبة في المربة? قد بالك يا تقريبا نفس النسب. يعني لو هستخدم واحد الى واحد بس ما زودش بقى عندي خمسة وخمسين الى خمسة واربعين سكر الى عصير او خمسة واربعين او خمسة واربعين او خمسة واربعين عصير الى خمسة واربعين سكر. طيب هنا بس تبدل. كنت في المربة ارجع للزاكرة. انا كنت في الحالات السابقة بقولك في صناعة المربة سمار الى سكر. كيلو سمار لكيلو سكر. خمسة واربعين جزء هنا هشيل السمار وحط مكانها عصير هحط مكانها الوزن من السكر او العكس صحيح تتم اضافة الحمض ايضا بنسبة تصل بH اربعة وثلاثة من عشرة اوصله ازاي ان انا اضيف بتلاتة جرام الى أربعة جرام لكل كيلوجرام سكر مضاف اخذ بالك من اللي انا بقولو ده تاني هوط يبقى انا لازم اوصل لأربعة وثلاثة من عشرة اللي هو الحموض او الوسط الحمضي ان انا اضيف من تلاتة جرام الى اربعة جرام لكل كيلوجرام سكر مضاف النسبة دي زيد ولت ايه اللي على حسب نسبة الاحماض او حمض داخل السمار اللي موجودة عندي فبالتالي كل ما بتقل لازم ازود النسبة بتاعتي ركز في اللي انا بقولو ده لان لما هسبت الحموضة انا اقدر اعمل النسب العكسية ما بين السكر والبكتين الطبخ اه بتجرى هزي العملية بغلان جميع المكونات السابقة عصير سكر حمض بكتين بعد خلطها حتى يرتفع التركيز اللي موجود عندي اه بيجب ان تتم العملية دي في اقل كل وقت ممكن ليه عشان ما يحدثش تحلل في البكتين لذلك يضاف البكتين يا خليط قرب نهاية عملية طبخ ارجع ركز في المنطقة دي تاني مهم تعرف عندي ان البكتين هو الحمض هيضافه بعد عمليات الطبخ او في نهايات عمليات الطبخ انا بجيب مزيج العصير الراج الشفاف وهضاف له نسبة السكر واعمل عمليات تقليب وبعد كده ابدأ اضيف السكر والحمض قرب نهايات عمليات الطبخ عشان اكون الحالة الجلية او الهلمية اللي موجودة عندي بس ركز قوي اني لازم ما زودشي خد بالك من ده ما زودشي عمليات الطبخ ما بين العصير والسكر عشان البكتين اللي موجود طبيعي فيه العصير ما يحدوش ليه عملية تحلل فبالتالي مش هوصل للقوام الايه للقوام الهولاني ركز في المنطقة دي كويس اوي يبقى انا هضيف البكتين الى الخليط قرب نهاية عملية الايه عملية الطبخ وتعرف ايضا النقطة النهائية للطبخ ان انا اوصل لدرجة حرارة 222 درجة فرنهايتي ان انا اوصل لتركيز المواد الصلبة الهنية 68.5% الى 70% اختبار الملعقة الخشبية ايضا انا اخد جزء من المحلول في الملعقة وعمل عملية ايمالة لسجب المحتويات لو نزل على شكل خيوط رفيعة ومتماسكة تفرق معايا كده يبقى ايه يبقى المحلول ايه وصل العمليات النظر ايضا ممكن ااخد جزء ايضا ما بين اصبعي الابهام والسبابة الابهام والسبابة زي ما عملت في المربة فلو فصلت والكون عندي خيوط رفيعة يبقى انا وصلت لنهاية عملية الايه نهاية عملية التركيز ايضا التعبئة اخد بالك من الشكل اللي قدامك ده مش جاي كده لان انا جايبولك عشان تشوف ان الشكل لازم يوصل للاناء اللي انا ايه بعب فيه لذلك يجرى عملية التعبئة في اواني زجاجية او اوالب وهي سياسة الفصل الجيل منها بسهولا مع احتفاظه بشكل الاناء المعبئ فيه وبكده هنكون وصلنا الى نهاية حالة النهاردة واتمنى يكون كل مشاهدين استمتاعوا معنا والى لقاء اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة